بالفعل بها كلما تجدد ذكر ما يتعلق بخطة السلام أو ما تسمى بصفقة القرن كان هناك تجديد للتأكيد على الثوابت المصرية تجاه حل القضية الفلسطينية القاهرة تؤكد دائما على ثوابت تتعلق بحل القضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين على أساس حدود عام 67 وأيضا وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية وكذلك وقبل تلك الشروط هناك شرط أكيد وثابت تؤكد عليها القاهرة هو أن أي حل أو أي خطة سلام لابد أن يكون عليها قبول ورضا من الشعب والقيادة الفلسطينية وأن القاهرة ترفض ما يرفضه الشعب الفلسطيني وترفض أن يتم وضع أي إملاءات على الشعب الفلسطيني وأن يكون هذا الأمر دون حوار جاد ودون العمل على أن يكون هذا الحل على حل الدولتين بل أن القاهرة دائما ما تؤكد على أن حل القضية الفلسطينية هو أساس إيجاد استقرار في منطقة الشرق الأوسط وأن استمرار هذا الصراع هو ما يغذي الإرهاب في المنطقة وهو ما يغذي أيضا الصراع واستمرار التوترات والاضطرابات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي التجديدات والتأكيدات تأتي على لسان الرئيس المصري دائما بالتأكيد على أنه لا حل دون حل للدولتين وفقا للمرجعيات الدولية وأن يكون هناك حوار وقبول من الشعب الفلسطيني لأي خطة سلام أو ما تسمى بصفقة القرن كان هناك أيضا ربما منذ أكثر من عام تأكيد من جانب الرئيس المصري حينما طرح الحديث عن صفقة القرن بأن هذا الأمر وهذا المسمى تم طرحه إعلاميا وتم الحديث عنه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لكن مصر لا تعلم بأي تفاصيل خاصة بهذه الصفقة وأن مصر ليس لديها دور فيما يتعلق بصفقة القرن وأنه لم يتم الحديث مع القاهرة بشأن تلك الصفقة وإنما فقط القاهرة تعمل على أن يكون لها دور إيجابي فيما يتعلق بأي خطة سلام في المنطقة وأن يكون هذا الأمر وفقا ل... الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية كان هناك أيضا تصريح سابق لها الأمر من جانب الجامعة العربية بها الأمس بأن تأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية اقتصادية وأن العمل على إيجاد محفزات اقتصادية هو من الخطأ بل أن العمل على القضية الفلسطينية وحل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسيا بعيدا عن حل أو الحلول أو المحفزات الاقتصادية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الجانب الإسرائيلي وبالتالي التأكيد والرفض يأتي سواء من جانب مصر من القيادة السياسية أو من جانب أيضا الجامعة العربية على رفض ما يتعلق بأي خطة للسلام أو لصفقة القرن دون أن يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية يضمن الاستقرار في المنطقة هناك حديث الآن عن دعوات لعقد اجتماع في الجامعة العربية اجتماع طريق سواء على مستوى المندوبين أو وزراء الخارجية لكن لم يتم حتى الآن الرد على تلك الدعوات أو تأكيد تلك الدعوات لعقد اجتماع طريق للجامعة العربية للرد على ما يتعلق بخطة السلام أو صفقة القرن نعم بها